السلام عليكم و مرحبا بكم معي من جديد فيديو اليوم سيكون فيه غطو او انتخومي موس شوكولاتة و كريمة ديالفاني بالنسبة لهذا الفيديو سوف نريكم فيه الطريقة كيف اشتروا غطو ديركم بكل احترافية في البيت سوف ترى الكثير من الاسراء للنجاح هذا الوصفة لمنطبول عليكم نجعلكم مع المقادر و طريقة تحضير و اول حاجة سوف نبدأ بها بسكوين اللي سوف نحتاج فيه جوش هنا يوجد ثلاثة ديال البيضات سوف نحتاج البيض معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة سكر حبيبات و 50 جرام سكر بودرة أو سكر غلاسي بالنسبة للمكسرات 100 جرام المكسرات تستعملوا خليط بين اللوز و زيت كما تستعملوا اللوز كما تستعملوا كذلك القرقاع بوحده الحاجة اللي سوف نتحكم بها لا يجعلهم فور السوداني أو كوكا لان لا يجعلهم فور السوداني أو كوكا لان لا يجعلهم فور السوداني يجعل المكسرات 100 جرام المكسرات فتحانة و نضحنهم بقشرة نخلط معهم السكر بودرة و نخلط معهم معلقة النشاء أو الميزين و نخلط معهم بأس المكسرات بيض 100 جرام كتابة لبيض و لا يكون كبير و يعطيها فور السوداني بالنسبة لصفر سوف نستعمل قطونا سوف نضيف السكر لا نضيف دفعة واحدة سوف نضيفها بالتدريج حتى نضيف البيض جيد و يكون واقف و النجاح هذه المرحلة ضروري أن تخرجوا البيض من تلاجا قبل ساعة قبل أن تبدأوا في القطو ضروري أن البيض يكون بالحرارة المطبخ لكي يطلع عليكم مهكا بكل سهولة نضيف النواشف نضيف دفعة واحدة و نبدأ بخلطه و نحاول أن تهرسوا البيض أو أن تخلطوا بكثير حتى يجعلنا سائل نضيفه بطريقة دائرية و ندخل في الهواء ضروري أن القوام يكون يكون قوام خفيف و لا يكون شجاري و لا يقوم بخلطه حتى يجعلنا القوام أخذ إطار أو سخ لكي يكون قطر 18 سنتين نضيف إطار بعد نضيفه و من بعد نضيفه فقط أو سربات أو فقط فران و نضيفه حتى نضيفه و نضيفه بالغوام و أن نضيفه الناس و كما قلت نضيفه في نفس حجم الصخ نضيفه بشكل أعمال بشكل أمام بشكل أمام سوف نضيف الكامير فإن لديت الكيمية أحد لا نضيفه فإن الهجم إذا كنتم تقدم إليه في الخليط سوف تتحين الملز سوف تزين بشكل أمام لا تتقنع بشكل أمام سوف تزين بشكل أمام نضيفه لشكل أمام حسب ان لم تستعملتم في الخليط هنا نقوم بلوز لان بعد ان يتقرروا و يجبون نزوين في وسط القطو قطاعي ستبقى واحدة من البسكوية و هذه المرحلة تبقى اختيارية هنا من بعد ان نقوم بلوز نرش القليل من سكر البدرة سوف ندخل الفران على 170 درجة سوف ندخل الفران مدة دراجة سوف ندخل الفران مدة دراجة و سوف نحضر الكريمة الفانيل سوف نحتاج فيها صفر البيض نصف كاس الحليب و كاس الكريمة السائلة بالنسبة لكريمة السائلة استعملوا اي نوع متوفر انا وردتكم النوع لكي خدمت كل مرة تشاهدوا معي في اي فيديو سوف نخدم بنوع مختلف هنا يوجد قونص السكر و ورقة الجيلاتين التي سوف ندخلها في الماء البارد من الأفضل انكم ندخل الماء من الثلاجة يكون بارد لان هذا بل حال سخون لما فروا مني يكون سخون من الأفضل انكم تاخدوا الماء بارد ترقضوا في هذه الورقة الجيلاتين وتخلوها جانبا كما تخلوها اذا كان متوفر لكم سوف نستعملوا لا يمكن أن تخلو سكر الفاني او او قدير سائر الفاني هنا انا صراحة انا متوفر عنها العويد الفاني نقسمه على جوج و نأخذ اللوب نقسمه في كاسرونة و نضيف معهم العويدات التي اخذت منهم نضيف الحليب و الكريمة و نضيفهم على النار المترجم الى الى المترجم الى المترجم المطقل هذه العويد الفانيرا نقومه في المتاجر الكبرى أو تجوز المتعدل و لا يوجد اخرين من الوازم المرتفع نقوم بالحليب والكريمة على النار نضيفهم صفر البيض و نخلط الضوء و نضيفهم كم من الوقت نضيفهم Orlando دعون أيض المترجم الى المكونات بضروري و نضيفهم صفر البيض و نضيفهم اضفوا هذه المكونات لكي يكونوا سقونين كما اشفتوا معي نصفي الحليب والكريمة من ضروري انكم تصفيهم من بعد ما نخلطوا هذه المكونات سوف نرجعهم الاناء التي طيبنا فيها الحليب والكريمة والفاني و سوف نرجعهم على النار بالنسبة لطيبهم لا نرجعهم على النار لا نجعله يطبخ سوف يبالينا انه يصخن جيدا و نحيده من بعد نأخذ البرقات الجيلاتين سوف نعصرها جيدا من هذا الماء البارد سوف نضيفها مع الكريمة و سوف نحركه حتى نضيف البرقات الجيلاتين و هناك كمشته معي هذا البرقات الجيلاتين من بعد ما يكون طاب 10 دقائق كافية لان ما فيه لا دقيق غير البيض واللوز نجعله برد جيد و نزوله من السلبات أو من الفراش السليكون ولكن تغطيبه فوق ورقتها ضروري أنكم تكونوا دهنينها جيدا لكي تطيبه فوق منها نأخذ ايطر للقطر 13 سنتيم و نقطع بها البيسكوي لأن البيسكوي فشكي طيب و يزيد حجمه نحاول أن ينتبت الجنب جيدا ضروري أنكم تلسقوها تجنب البيسكوي مع الجنب لأنها لا تطرسها و نضيفها و هي سكونة و لا نضيفها حتى تبرد ضروري أن نضيفها و هي سكونة بحلقة لكي تجمد لنفس الإطار و يأتي شكلها مقد نغطيهم بلاستيك غذائي و ندخلهم المجمد و نضيفها حتى نحضر باقي المراحل نحضر مص شوكولاتة الذي سيحتاجه فيه مرش الحليب تقريبا 150 جرام الحليب نضيفها على النار و هنا يوجد أوراق و نصف الجيلاتين بالنسبة للمقادر بالجرام الجيلاتين يرقضوا في الماء البارد كما قلت لكم و هنا يوجد تقريبا معلقة كبيرة و نصف البخاليني من بعد أن نسخن الحليب سوف نضيف الكبيرة ضخط على شوكولاتة 200 جرم الشوكولاتة و نضيفه البخالينين و أضع الجيلاتين و نراحل الجيلاتين و سوف نبعد بخاليني و إضافة البخاليني من الماء البخاليني لديه نصلش بعمل و اذا اريد كنت مرسع و اشكال بحديث البخالين يندخل اضافة و قناة و يستخدم الوصفة الآن نحضر كم ملحقة نضيف المكونات جيدا حتى يدب البخاليني و يمسجدنا المكونات سنضيف المكونات جيدا و نجد المكونات جيدا و سنضيف التجريب نحتاج الـ 208 للمكونات السائلة من الأفضل أن الكريمة لا تكون بردة وتكون تفاع بيجاب الحياة لا تحتاجها كثيرا لا تحتاجها لديها لذا كانت دميمونتي لا تحتاجها الكثيرا بالنسبة للشوكولات لدوبنا و الحليب نتأكد بأنه برد تماما يعني برد مبقى سكون لأنه إذا كان سكون و نضيفنا عليها الكريمة سوف يدوبها لنا و لا سوف يتجمع لنا من بعد كما قمت بها نضيف كمية من الكريمة التي تضربنا مع الخليط للشوكولات و نحركه جيدا نضيف المكونات على الكريمة بهذا الشكل و نضيف الخليط للشوكولات و نضيف الكريمة يجب أن نضيفه من المجمد و نضيفه جانبا هنا نأخذ واحد الأيطار الذي يكون كبير من الأيطار الأول يعني في الأول ستعملنا الأيطار للقطرة 18 سنتيم هنا نضيفه الأيطار للقطرة 22 سنتيم الأيطار فاشكن المنطي والغاتو يكون كبير من الأيطار الذي نضيفه في القياس بسكوية و الكريمة و الفاني هنا نضيفه نصف الكيمية للموسة و الشكولات نحاول أن نسرحها جيدا أو نقضيها جيدا نضيفه بسكوية كريمة الفاني و الكريمة الفاني و طبقها الفاني نضغطها غير نضغطها مباشرة نضغطها قليلا و نضيفه كيمية كمية الخاصة كمية الخاصة و نسرحها جيدا فوقها بسكوية وضع الكريمة الفاني بالنسبة للإطار الذي ستخدمون فيه ضروري أن تكونوا ملبسين ومزيان بالبلاستيكين لكي لا يتحلش إذا كان هذا الإطار الذي يكون يتزد وينقص ضروري أن تزيروا وبعدك البلاستيكين لكي لا يتحلش يعني يبقى محافظ على نفس الحجم هنا كما شاهدتم معي نأخذ الطبقات الثانية التي وضعنا فيها المكسارات و نقوم بها و هي التي تكون آخر طبقات بالنسبة للبلاستيكين نقوم بها المكسارات و نقوم بها في وسط القطو هنا يصفي أن نقضي و ندخلها كثيرا و هناك نجنيب يجب أن تقضيها لكي يجب أن تكون القطو في نفس العلو لا تكون قطوة طلعة أو قطوة و تحاول أن تقضيها جيدا كما شاهدتم معي نغطيها بلاستيكين و سنجد المجمد ضروري أن القطو النايبات لكاملة و نقوم بها المجمد و ننضيفه و ندخلها و ندخل الغلاث و نحتاجه 100 جرام الماء و 100 جرام الكريمة بالنسبة للماء الماء و نفس عبارة الكريمة الماء في الكارونة و نضعه 200 جرام في المكوينة على النار و نضيفه قليلا سوف نضع البرقات الجيلاتين بارد سوف نضع المهكة بارد من التلاجة لأن هذه البرقات الجيلاتين في الماء ويضرب الروبيني أو الصنبور سوف يضب الماء سوف يضب الماء ونجمع الماء سوف نضع السيرو على النار يجب ان يطبق قليلا ونحذر ثم نضع جيلاتين في البرقات الجيلاتين سوف نضح جيلاتين ونضع مقونات سوف نضع الكريمة ونضع الشكولات في البرقات الجيلاتي جيدة سوف نضع الكريمة يجب أن يكون لون وزوين ومضاق نضيف الشوكولات على المكونات ونضيف الشوكولات يدوب ثم أخذ كاسة الخلاط ونضيف المكونات سأخذكم الفيديو بصوت لكي ترى مخترا تحن المكونات تقرير مكونات كما ترى ملك لنضيف الشوكولات هنا نصفه يجب أن نضيف باستيكة المكونات ونضيفه جانبا سوف نضيف بلاستيكة ونضيفه في الثلاجة نضيفه في الثلاجة إذا كنتم ستحضروا القطو بها الطريقة ستحضروا كل مكونات قبل النهار تقدروا توجده بالنهار كما قلت لكم او تقدروا توجده بأسبوع ما كان حتى مشكل كتوجدوا القطو دياركم المناسبة لديكم كتدخلوا القطو الفريقو او المجمد كتخلوهم بجمد تماما بالنسبة للغلاساج كتوجدوا حتى هو كتغطيه بلاستيك اللي كتكون ملمسة لوجه دياله وكتخليه في تلاجة هنا انا كنغطيه بلاستيك اللي كتكون ملمسة لوجه دياله ومن بعد كنغطيه بلاستيك واحد اخرى من الفوق ونخليه في تلاجة حتى نهار اللي كنبغيبه يعني بهذه الطريقة كتسهل عليكم بزاف ديال الخدمة وننزلوا النهار ديال التقديم بالنسبة اليوم التقديم كتخرجوا للغلاساج لكم من تلاجة وكتدروا في حمام مائي بهذا الشكل هذا بالنسبة للغلاساج يبقى في المجمد لا نخرجوا حتى اللوقات التي تريد أن نزيله يعني لا نخرجوا لغلاساج لنا حتى اللوقات التي تريد أن نزيله هنا نضغطيه في حمام مائي ونحركه حتى يدوب كامل يعني يدوب بهذا الشكل هذا كما اشترى بقتناعي وحتى طريفة كنت سنعليه غير يدوب القلاساج هنا نضغطيه مرة واحدة فقط نضغطيه ونضغطيه جانبا شاهدوا معي اللون كيف يكون يجيزون بالنسبة للغلاساج هنا نضغطيه تدري الاشكال التي تريدون هنا تأخذون البلاستيكات التي تريدون 10 درام يكون فيهم حروف يكون فيهم ارقام تكتبون بشوكولاتة على حسب انتوا ما تريدون تكتبون في القطو واتخذوا الملمع الغذائي الذي أخذونه كامل فوق ومن ثم يجيزون هنا نضغطيه بعد مرة واحدة نضغطيه يعني نضغطيه ونضغطيه ومن ثم يجيزون يعني انها تكتبون من المنظم يجيزون من الملوطة وكيف تصبح بسنا لانه يجيزون من المنظم بعد ان نضغطيه الكوهر تنفيذ البلاستيك بعد ان تأخذ بسلة الكوهر ثم يضغطيه ومن ثم نضيف جناب ومن ثم نضيفه في البلاستيك التي نريدها هنا نضيفه ميز لفاية بحلقة ويسات التي يكونوا مقلوبة ويكونوا عالين لكي يهزوين القطل الفوق ونضيفه من تحت مفرشين بلاستيك غذائي وضيفين صينية لكي نضيفه القطل يكون قطلنا مهزوز ويقتلنا في هذه الصينية مزيئ بلا ما يرونه الدنيا نتأكد بأن الفاقل لفاية من المهمة جدا أن الفاقل لا نضيفه على القطل ويكونوا سخون يمكننا تشكي برد ويجب أن تتبعه برد ويجب أن تتعينه ويجب أن يشعر برد ويجب أن يكونوا مباشرة على القطل ويجب أن تتبعه بالفاقل ويجب أن يسعر برد سوف أدخلهم مباشرة على القطو سوف أدخلكم بأن الجلس جرامي وغراكيبي ومشتوا معي وردت لكم شحة من المرة سوف أدخلكم على هذه النقيطات من الجناب حتى نرى أنهم مبقوش كيابته وجمده في بلاستهم بعد ذلك سوف أدخلكم كيف نحيدهم هنا سوف أخذوا موسو أو أي أداة التي ستساعدكم لكي تزولوا هذه النقيطات الطريقة لكي تحيدهم سوف أدخلهم من بره ودفعهم للدخل ودفعهم للدخل ودفعهم للدخل ودفعهم للدخل ضروري أنكم تتساعدكم أو تنقيوه مرة مرة لكي لا تحديدوه وعمر وتحديدوه ومسوه للقطوات أو البلاسات من الجنب ومتعوه هذه الطريقة سهلة تتساعدكم من الوسط هنا ترى جيد جديدة المهمة لكي تتساعدكم تساعدكم هذه الطريقة ثم تتساعدكم ثم تتساعدكم ثم نأخذ اللوز لكي يكون مهرمش تقدروا اللوز وفيتم تقدروا الكوك وكذلك لكي تدخلهم في الكوك تدخلوا الكوك من الجنب مهم أن تدخلوا شيئا لكي يكتفين لكم هذه الجنب ويبقوا زوينين ويبقوا المنظر ثم نضيفه ونضيفه في طبق التقديم ثم نضيفه وصلنا إلى آخر الفيديو وردتكم بطريقة كيف تضيفه في طبق التقديم بالنسبة لتزين لحسب المناسبة لديكم كتزين أو لحسب المناسبة وصلنا إلى آخر الفيديو اتمنى لتعجبكم الوصفة اليوم وإذا اعجبت كم وبريتو الأنواع ذلك قدتم شاركه معكم خذوا بالتعليقات لا تنسوا مشال لعجب الفيديو أو تضغطوا على زر الإعجاب طبعا إلى اعجبكم الفيديو ساعتبركم الراحة وإلى فيديو قادم إن شاء الله شكرا